اخبار اليوم امتداء من العلاجات الطبية زي العلاج بأدوية معينة بالأكسوجين ببعض الأكسرسايزز أو الحاجات العلاج الطبيعي أو العلاج المائي كلها مع العلاج النفسي اللي هو في صورة بقى جلسات زي تنمية مهارات تعديل سلوك تخاطب حاجات زي كده بالإضافة بقى إلى كل الخدمات اللي بتقدم عايزين نوصل بالطفل لمرحلة جديدة طفل زيو الاحتياجات الخاصة دكتور إهاب ثقافة الطفل المعاق يعني احنا دائما في مصر مع عسف مفتقدينها جدا متعامل معنا إنه شخص متخلف وليس مختلف في البداية لما بتيجي لحضرك حاليات أو بتتعامل معاها هنا في المركز أكتر المشاكل النفسية اللي بتواجه الطفل المعاقق إيه؟ على فكرة يا تستغربي أكتر المشاكل النفسية اللي بتواجه الطفل إنه حاسس إن اللي حاوليه بصوله بصة دونية يعني في التوحد مثلا طبعا هوش اسمه التوحد واسمه الذاتوية بس ده اسم شع خطأم يعني نحاول نغيره حتى الناس بتفتكر إن الطفل ده أو الطفل المتأخر ذهنيا أو الطفل اللي عنده مشكلة حركية أو مشكلة في تواصله مع الآخرين ما بيتكلمش خالص فاكرينه هو ما بيتكلمش ومش فاهم لا هو فاهم وبيتقلم لما يلاقي نظرة فيها سخرية لما يلاقي معالج عنيف معها لما يلاقي أم فقد الأمل فيه بأنتهز الفرصة برضو من عند حضرتك هنا وبقول إنه كل الأمهات وكل الأباء وكل بيشوفونا على التلفزيون هو أنتو مصدر الأمل للأطفال الأم ربنا خلقها علشان أربع حاجات الحب والحنان الشعور بالأمان الثقة في النفس وبعث الأمل في الطفل والبحث عن نقاط قوته لتقويتها حضرتك هل شايفي نحن محتاجين نعمل عادة تأهيل للأم ولا للمجتمع ككل عشان فقدر نساعده الطفل والله أستاذ النور ده سؤال حلو قوي ونفسي يعني حاجة عن نفسي بس أنا حاس أنها بصي حاس أنها صعبة لكن ممكن مش مستحيلة كله عايز تأهيل المكتقل ما زعلش مني وما زعلش مني برضو إخواتي اللي هما في الإدارات في الدولة الفكرة وزي ما أنت قلتي مش قولة ثقافة الطفل ذو الإحتياجات الخاصة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخواتنا في الدولة لو أمنوا بفكرة إنه لو والله العظيم لو ربنا سبحانه وتعالى نحن ننصر بضعفائنا اللي كان لسه بيكلمني حبيبي دلوقتي لو ساعدنا دول الدولة دي تقوم يعني أنا بتوجه هنا برضو لرئيس السيسي ولكل مستشاري بفكرة بقول خلينا نركز قوي مع دول والله ما نستهينش بيهم برضو ليهم مساحة حلو قوي في المجتمع وعايزين يعني بالعكس لو وسحنا مساحة أكبر نور ليهم ما احترمنا طبعا لكل الصناعة والتجارة والاستثمار وكل مجالات الدولة وركزنا مع دول كويس وحطنا لهم مساحة في كل حاجة الدولة دي هتقوم في رأي أنا ببركة الله طبعا سبحانه وتعالى وبالتخطيط القلم السليم وباستشارة الخبراء في هذا المجال لا الدنيا طبعا تتحرك كويس جدا بس أتمنى أن احنا نظررهم كلهم بعين الاحتبار ولو طلبوا تأهيل في دولة أجنبية أنهما مثلا أو في بعثة أو منحة أو دورة ما نبخلش عليهم بدأ عشان ننهض أطفالهم دكتور إيها بعيد دايما يعني ضيف عزيز في بابو طور اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر